ما ورد في مسند أحمد وفضائل الصحابة لأحمد أيضا قال هذا الحديث هذا الحديث الصحيح صحيح الإسناد قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعد إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي هاي قرينة ثانية لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي الحديث الآخر الذي رواه من رواه النسائي في السنن الكبرى وخرجه كذلك الألباني في تخريج كتاب السنة لأبي عاصم رواية النسائي صحيحة الإسناد ورواية الألباني حسنة وطبعا فقط نذكر مصدر مصدرين وإلا مصادر أخرى أو ردت هذه الأحاديث يقول في هذا الناس ما النسائي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إلا أنك لست بنبي ثم قال أنت خليفتي يعني في كل مؤمن من بعدي وجه الاستدلال بهذا الحديث فنقول أولا قبل أن نستدل بذات الحديث ينبغي أن نرجع إلى القرآن الكريم وهو المصدر الأساسي لنرى ما هو مقام هارون بالنسبة إلى موسى ماذا قاله موسى لهارون عندما ذهب لميقات ربه عليهما السلام نجد هذه الآية الكريمة يقول تعالى قال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين جيد أخلفني في قومي إذن مقام هارون بالنسبة لموسى خليفة موسى إذن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث ماذا يريد أن يشير ماذا يريد أن يقول يقول أنه كما هارون كان خليفة موسى فكذلك علي هو خليفتي هذا المعنى المستفاة هذا الحديث يدل على خلافة إمير المؤمنين ترجمة نانسي قنقر